هي تلك المنطقة في الشرق الأفريقي المطلة على الساحل الغربي لجنوب البحر الأحمر مروراً بخليج عدن وبحر العرب وتمتد مع ساحل المحيط الهندي في الصومال وبالنظر إلى الدول التي تضمها منطقة القرن الأفريقي وهي إيريتريا وإثيوبيا وجبوتي والصومال تتكشف بعض الحقائق عنها فالموقع الاستراتيجي أكسب تلك المنطقة أهمية اقتصادية وسياسية كبيرة على الرغم من مرور كل دولها بصراعات سياسية وعسكرية دموية وأزمات اقتصادية وإنسانية طاحنة إذ يرتبط القرن الأفريقي في أذهان الكثيرين بالمجاعات والحروب الأهلية لسيما خلال العقود الثلاثة الأخيرة الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لمنطقة القرن الأفريقي جعلت منها ساحة للتنافس أو ربما صراعة بين العديد من القوى الدولية والإقليمية الفاعلة لسيما ما يتعلق بتنفيذ مشاريع اقتصادية وإدارة موانئ ومطارات تلك الدول بوصفها منفذا رئيسا نحو وسط وجنوب القارة الأفريقية تتسابق في ذلك قوى دولية مثل الصين والولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وغيرها كما تتسابق قوى إقليمية كذلك مثل السعودية والإمارات وتركيا غير أن اللافت في الأمر أنه على الرغم من هذا السباق نحو الاستثمار في منطقة القرن الأفريقي فإن الغالبية العظمى من شعوب المنطقة لا تزال ترزح تحت خط الفقر ولتزال دولها غارقة في هوة عميقة من الصراعات والأزمات باستثناء بعض التقدم السياسي الذي أحرزته الصومال مؤخرا بإجراء الانتخابات العامة وإن كان ذلك التقدم بدوره لا يزال مهددا بسبب استمرار عدم الاستقرار الأمني في البلاد وبحسب محلليين فإن كثيرا من المشاريع التي تطرحها القوى المنافسة في القرن الإفريقي تبدو في ظاهرها مشاريع تنموية من شأنها إخراج تلك البلاد من هوة الأزمات وتفشي الفقر غير أنها في الواقع قد تمثل مجرد سعي دولي لبسط النفوذ والسيطرة على هذه المنطقة بما لها من أهمية استراتيجية بالغة